بسم الله الرحمن الرحيم النسبية والاطلاق جدلية اصبح لها باع واسع في البحث العلمي الحديث والمعاصر سواء على مستوى الافكار او على مستوى القيم وكانت تلك القيم دينية ام سياسية ام اجتماعية ام اقتصادية ام غير ذلك هل المعاني والافكار نسبية بنحو دائم ام هي مطلقة بنحو دائم ثم تمن يقول لا اطلاق في البين في عالم الافكار ابدا والسبب في ذلك ان كل متحدث يراعي نفسية اجتماعية خاصة ويتأثر بالحالة الزمانية والمكانية بالتالي لا يمكن ان يخترق الزمان والمكان ولا يمكن ان يقول شيئا لا يراعي فيه النفسية الخاصة لذلك كل شيء يكون نسبيا في عالم الافكار وثم تمن يقول ان الحالة النفسية والافق العقلي ومرتكزات الزمان والمكان فيها كثير من الثوابت وبالتالي حتى لو ان الانسان راعى نفسية اجتماعية خاصة وتكلم ضمن اطار زمني خاص هذا الاطار الزمني الخاص تكرر له ثوابت النفسية الاجتماعية ايضا وان تباينت وان اختلفت لكن لها ثوابت لهذا تجد النفسية هذه بعض ثوابتها يتكرر وتظهر له تجليات حتى بعد الاف السنين والحالات الزمكانية ايضا يكون لها استمرار على مدى الاف السنين لذلك يمكن ان تكون هناك افكار فوق الزمان والمكان بمعنى ان تكون قابلة للاطلاق جرى البحث بين المفكرين والعلماء والفلاسفة وغير ذلك والفقهاء والاصوليين وعلماء الكلام حول هذه الجدلية هل كل شيء نسبي ام كل شيء مطلق يمكن لنا ان نصل الى رؤية ثالثة وهي كنظرية ولعلها في ظني هي الاكثر صوابية يمكن الافكار ان تتجاوز حدود الزمان والمكان ولكن بشروط يعني يمكن ان تكون مطلقة وهذا لا يعني ان الزمان والمكان لا اثر لها الزمان والمكان والنفسية الاجتماعية والطبيعة والافق العقلي والطبيعة الانسانية لها اثر كبير جدا عند المتكلم وعند المستمع المتلقي ولكن مع ذلك يمكن ان تكون هناك ثوابت لان لا يوجد انسان يتكلم الا في اطار الثوابت هناك امور ثابتة يتحاور بناء عليها البشر ثانيا الواقع يثبت ان هناك ثوابت تتكرر مع الزمن وكل علم من العلوم فيه ثوابت و الا لما تحركت العلوم لان لابد ان تكون لها مرتكزات تتحرك بناء عليها نعم تتطور وتطور لا ينفي وجود ثوابت فيمكن ان نوجد رؤية تقول بان هناك نسبية ايضا في المقام يعني لا اطلاق مطلق ولا نسبية مطلقة وانما بينهما لكن الشاهد كيف نميز بين النسبية والاطلاق هذا هو محل الشاهد و الا الانسان يعوم على بحر هائل من المطلقات وبحر هائل ايضا من النسبيات لكن كيف نقول هذا نسبية وهذا مطلق هذا يحتاج الى بحثين علمي خاص وهو قابل للتجدد ايضا مع تجدد الزمان والمكان